السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولم بيكم معكم ميسهي براجب النهاردة الشرسة نرمع ممكننا مع بعض حل المهام الأدائية للترمي الأول عشرين أربعة وعشرين نهاردة ولاد معانا مهام الأدائية مادة الدرسات الاجتماعية بنزل مهام هنا لجميع المواد من الصف الرابع للصف السرس مش بس الإنجلش المهام الأدائية كلها نزل على القناة ولاد مش بس الإنجلش عندنا بقى نهاردة مادة الدرسات ليه نعمل لايك واشتراك في القناة عشان نسانا إن شاء الله كل جديد ولك المهام الأدائية عندنا ايه درس محافظتي أمامك خريطة لمحافظات مصر لحيثها جيدة ثم ننفذ المهام التالية دي خريطة فهر محافظات بيقولك لون محافظتك واكتب أسماء المحافظات التي تحدها شوف محافظتك فين على الخريطة على حيث ومكاد اللي انت عايش فيه ولونها تمام ولون برضو ايه المحافظات اللي حواليها ومحافظتنا بيجوارها من خلال استخدام جوجل يمكنك معرفتهم تمام طيب حد البيئة اللي تقع فيها محافظتك شوف بيتك ايه ايه وتحدد البيئة ايه اللي تقع فيها المحافظة طيب حد المشكلة بيأت وعاني منها محافظتك مثلا ايه مشكلة التلوث الهواء لو انت مثلا عايش في القاهرة بسبب العوادم والسيارات والمصانع اقترح حلول لهذه المشكلة يكتفي مقترح واحد نعمل لها عشان نحل مشكلة التلوث ياولاد قالك نوقع غرامة توقيع غرامة على كل من يلوث الهواء توقيع غرامة على كل ايه من يلوث الهواء تمام دي المهمة الاولى المهمة التانية المهمة الادية علم بلادي يعد علم مصر رمز للدولة يعد علم مصر رمز للدولة لاحظوا جيدا ثم انفز المهمة التالية واحد لون علم مصر بألوانه ايه صحيحة طبعا هللون العلم لون العلم بألوانه المعروفة تمام احمر وهنا اسم ده عبد والنصر بيكون يا ولد اصفر يجب او اكتب جملة تعبر فيها عن احترامك لعلم بلدك تقول ايه يجب ان اقف احتراما لعلم بلدي وقال لادعه يقترب من الارض يجب ان اقف احتراما لعلم بلدي ولا دعه يقترب من ايه من الارض تخيل ان او انه طلب منك تصميم شعارً لمدرستك ترفعه في المسابقات بين المدارس تخيل انه طلب منك تصميم شعارً لمدرستك ترفعه في المسابقات بين المدارس حدد لون ورمز تستخدمهما في شعار او في رسم شعار لمدرستك ومن inward الاختيارك هنختار اللون الاحمر تمام طيب سوى بيختار اللون الأحمر ايه ده اللون الأحمر قالك تعبير عن دم الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن اللون الأحمر بيعبر عن دم الشهداء الذين ضحوا من أجل ايه والذين من أجل الوطن يبقى هو الدن اللون الأحمر اللي يعبر عن دم الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن طيب عايزك بها تختار رمز وتقوله ايه سوى بالاختيار شوفوا الرموز اللي عندنا في الإعلام بنستخدمها ليه يعني مثلا عندنا مثلا واخدنا النسر بمسلا يدل على القوة والايه فكده المهام الأدائية بقى الثالثة مصادر المعلومات أوضحت المعلمة للتلاميذ أن الأهرامات تعد من أجمل المعالم السياحية في مصر أوضحت المعلمة للتلاميذ أن الأهرامات تعد من أجمل المعالم السياحية في مصر وتوجد في منطقة الجيزة الأصل توجد فين ولاد في منطقة الجيزة وأن الهرم الأكبر يسمى بهرم ايه يسمى هرم خوفه ويتميز بدخامة حجمه يتميز بدخامة ايه حجمه ويبلغ ارتفاع الحالي 138 متر وقال خالد أن منطقة الأهرامات منطقة جزابة وقالت مريم أن لدى والدها عديد من الكتب والموسوعات عن منطقة الأهرامات كلفت المعلمة التلاميذ بإجراء بحث يعملوا بحث عن الأهرامات ووجهتهم لاستخدام بنك المعرفة المصري وموقع وزارة السياحة والأصل المصرية قالت لهم فين وجهتهم إلى بنك المعرفة المصري وموقع وزارة الأولاد السياحة والأصل المصرية على الإنترنت لجمع المعلومات عنها عن الأهرامات وقال أحمد يمكنني زيارة منطقة الأهرامات لالتقاد بعد الصور وقال أحمد يمكنني زيارة منطقة الأهرامات لالتقاط بعض الصور والإستعانة بها في البحث والإستعانة بها إيه في البحث استخرج من الفقرة السابقة مصدر أولي للمعلومات أو البيانات ومصدر ثانوي يمكن الروع إليهما عند إجراء بحث عن الأهرامات وسجلهم في الجدول التالي مصدر أولي مني ولد الأهرامات نفسها المصدر الثانوي هسخدمي الأبحاث بالمصدر الأول مين يا ولد الأهرامات بالمصدر السنوي مني الأبحاث استخرج من الفقرة السابقة ما يليه بيقولك رأي عزي الرأي الرأي اللي عندنا قالك الأهرامات من أجمل المعالم السياحية في مصر الأهرامات من أجمل المعالم السياحية في مصر طيب عايزين حقيقة الحقيقة أن الهرم الأكبر يسمى بهرم خوفه الهرم الأكبر يسمى يا أولاد بهرم خوفه ويتميز بدخامة حجمه يبقى الهرم الأكبر يسمى بهرم يا أولاد هرم خوفه ويتميز بدخامة الحجم في رأيك أي من الشكلين أدنى يعد مصدر المعلومات عن أهرامات الجيزة الشكلين دول يمنهم يعد مصدر المعلومات عن أهرامات الجيزة دي صورة حقيقة يا أولاد ودي صورة مرسومة قال لك أن أخذ الشكل لتنين لأنه إيه لأن الأهرامات تعد مصدر أولى للمعلومات يبقى تعد المعلومات سوري تعد الأهرامات مصدر أولى للمعلومات عشان كده دي أولاد دي الصورة هي بتكون أفضل تمام؟ يبقى دي أفضل مصدر لإيه للمعلومات لأنها صورة حقيقية المهمة الرابعة اقرأ التوقعات التالية لهيئة الأرصاد الجوية عن حالة التقسي سوما أجب حالة التقسي المتوقعة من السبت 11 ديسمبر 2021 إلى 16 ديسمبر 2021 السبت 11 ديسمبر والاحد 11 ديسمبر ارتفاع فضلاجات الحراء على كافة الأنحاء ليزود تقسي معتدل الحرارة النهارة على القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية والشمال الصعيد وجنوب سيناء مال الحرارة على جنوب الصعيد بلد ليلة على كافة الأنحاء درجات الحرارة العظمى والسورة المتوقعة كلاياتي أعطاني يا أولاد الدرجات المنطقة والسبت والاحد والاثنين والثيات والأربع والخميس هنركز كده في الرسمة دي بعد كده السبت 11 ديسمبر والاحد 12 ديسمبر شبورة مائية من خمسة إلى سبعة صباحة على بعض الطرق الآية المؤدية من وقيد القاهرة الكبرى والواجه البحر والسواحل الشمالية طيب ومدن القناة ووصلت سيناء وشمال الصعيد فرص أمطار خفيفة بالنسبة للحدوث أقرب من 10 إلى 20 على مدينة حلاب وشلاتين على فترات منظمة تعالوا با حدد عناصر الطاقس التي وردت بالفقرة أتكلم عني يا أولاد الحرارة والأمطار يبقى عناصر الطاقس اللي جات عندي في الفقرة أتكلمه عن الحرارة والأمطار سجل الأداء التي تستخدم لكياس كل عنصر من عناصر الطاقس اللي بلدت بالفقرة الحرارة العداد المستخدم يا أولادSe essebillah الحرارة قال لك الترمومتر تكاس الحرارة بالترمومتر طب الأمطار تكاس بإيه بمكياس الأمطار يبقى الحرارة بنقيسها يا أولاد بالترمومتر والأمطار تكاس بإيه بمكياس الأمطار في رأيك لماذا من الضروري متابعة أخبار الطاقسي يوميا؟ لماذا من الضروري اللي لازم نعرف أخبار الطاقسي كل يوم؟ قالك لانها تساعد الناس على التخطيط لحياتهم اليومية تعرف تلبس ايه تسافر لو رايح مكان ولا لا تمام وبتساعدنا او تساعد الناس على التخطيط لحياتهم ايه ولاد اليومية اه ودي الناس كانت اخرى مهمة معانا يبقى هما كانوا ايه خمس مهمات دي مهمات الدراسات للصف الرابع التنين من اول عشرين وعشرين بسملكم نجاحة بقولوا الطفيق بإذن الله انتظرنا في جميع المواد تنزل المواد اه المهام اللي دي موجودة على القناة كانت معكم مسي براجب والسلام عليكم ورحمة الله بركاته